دائماً كل سنة بنلاقي أسئلة كتير بخصوص زكاة الفطر ومقدارها ويطالة نطلحها فلوس ولا نطلحها حبوب ولا ينفع نطلحها طعام في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة دار الإفتاء حسمت الأمر ده وأصدارت بيان قالت فيه أنه يجوز إخراج زكاة المال زكاة الفطر بقيمة نقدية ومقدار الزكاة السنة دي للفرد حيكون 35 جنيه فأكثر ونأكد أكتر على كلمة فأكثر دي طبعاً يعني اللي عايز يزود طبعاً 35 جنيه طبعاً يبقى ده شيء جميل ومحبب جداً هيتكلم أكثر عن الموضوع ده إزاي بيتم حساب قيمة زكاة الفطر إمتى الموهد اللي احنا نطلع فيه زكاة الفطر عن نفسي وعن أهلي وعن زوجتي وعن أبنائي أسألة كتير جداً حول قيمة زكاة الفطر هتحاول نجاوب عنها مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو دكتور عبدالله محمد حامل مدير إدارة التوجيه والإرشاد في منطقة وعظ الجيزة بالأزهر الشريف الشريف أهلاً بك فاندي منوارنا ومشرفنا يعني دار الإفتاء حددت مقدار زكاة الفطر بـ 35 جنيه فقط فأكثر أنا مؤكدة تالي عايز أكد على كلمة فأكثر دي لأن الناس بتتخاني من مبارح بداية عشان نفهم كده مع حضرتك كيفية حساب قيمة زكاة الفطر أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير رسله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين كل عام حضراتكم بخير والأمة الإسلامية بخير وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم فتح ونصر وخير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى الوطن العربي أجمع يا رب العالمين زكاة الفطر هي فريضة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وكلمة صدقة تطلق على الصدقة وعلى الزكاة اتباعا لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم بها أي زكاة فرسول الله يقول ابن عمر فرض علينا رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من ذبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير على كل مسلم حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا فصدقة الفطر ثم قال صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع هو أربعة آماد والمد هو مقدار كفين باليد الوسطى بالراحتين الوسطى للكبيرة ولا الصغيرة لا بيد كبيرة على غير المعتاد ولا بيد صغيرة يعني بالمقدار بالكيلو ابتداء من اثنين كيلو وربعمل جرام إلى اثنين كيلو وستمائة جرام تمام طيب زكاة الفطري هي فريضة متى تخرج زكاة الفطري هل ممكن نخرجها في أول رمضان نخرجها في العشرة أو آخر نخرجها قبل العيد المسألة خلافية بين العلماء والخلاف مستساغ والنبي أجاذ هذا وهذا وذاك الإمام الشفعي قال تخرج زكاة الفطري من أول رمضان من أول ليلة من رمضان نمكن أن أخرج زكاة الفطري نعم والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل قال قبل صلاة العيد بيومين أو بليلتين الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضى قال قبل صلاة العيد وكل خلاف مستساغ الأصل في إخراج زكاة الفطري أنها تخرج قبل صلاة العيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة كانت فريضة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقة حال من صلى الصلاة في وقتها أدى الفريضة في وقتها طيب إن خرج وقته الصلاة أصبحت نافلة أصبحت هي دين في عنق الإنسان ولكن بدل أن تكون آداء أصبحت قضاء وهكذا نعم طيب الناس بتبقى حيرانة 35 جنيه دي اتحسبت على أساس إيه؟ اتحسبت على أساس الصعين زي ما حركت بتقول أو 2 كيلو 400 جرام أو ما يقارب يعني لو إحنا بنتكلم في 2 كيلو نص يعني مجازا ومن أنهي نوع من أنواع الحبوب إحنا أمح وعندنا رز وعندنا شعير وعندنا حاجات كثير جدا تحسب على الأنهي إيه؟ لأن أسعارهم متفاكل ابتداء علمائنا وسادتنا من دار الإفتاء المصرية بارك الله في أعمارهم وأسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى هم لا يأخذون المسألة هكذا وإنما لمعايير شرعية وأحكام فقهية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج من غالب قوة البلد من غالب قوة البلد فنحن عندنا في مصر غالب قوة البلد أننا نخرج قمحا صحيح أهل مصر يأكلون القمح ويأكلون الأرز فهي تخرج من الغالب الغالب الأرز ولا القمح المتغلب الناس بتأكله القمح طيب القمح الذي يكون منه العيش طيب هل تخرج زكاة الفطر عيس السائل ويقول طيب ليه النهاردة كيلو الدقيق بيتجاوز الثلاثون جنيها يعني قلنا اثنين كيلو نص ممكن نعدي السبعين جنيه طيب ليهما على أي أساس قدروها خمس وثلاثين جنيه هالتقدير هنا على المادة الخام وليس على المطحون أنا أتحدث عن القمح وهو ما زال قمحا قبل أن يصنع دقيقا قبل أن يطحن دقيقا وعلى الأرز وهو شعير قبل أن يطحن فيكون أرزا أبيضا فهم قدروها على ذلك جميع لماذا هذا التقدير؟ هذا التقدير لمصلحة الفقير لأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم تجب على كل مسلم وهي مرات تكليف له وفر مرات تكليف نعم يعني وتجب إخراج الزكاة طعاما أو مالا يعني هنا هل في اختلاف في الأراء الفقهية في ضرورة إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما أذكر هذه الجزئية ولكن قبل أن أذكرها في عجالة أقول زكاة الفطر تجب على كل مسلم غني أو فقير لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال تهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين فزكاة الفطر هي جبر الخلل الواقع من الصائم أثناء الصيام كما أن السنة هي جبر الخلل الواقع من المصلي في صلاته فهي تجبر الخلل الذي حدث ترجمة نانسي قنقر